اللي بتحصل في الدور المصري وانا مع تجربة الحكم الاجنبي او الخبير الاجنبي بس الخبير الاجنبي يجي يطور يا جماعة مش اي واحد مع جنسية اوروبية يجي يطور وخلاص يا اما يجي حد بجد يطور وياخد فلوس يستحقها يا اما لا نشوف حد تاني غير الرجل ده يجي بقى اسباني ايطالي الماني ايا كانت جنسيته بس حد يجي يشتغل بجد مش العاك اللي احنا شايفينه ليه المصيبة اللي حصلت انبارح دي هتعدي الكابتن يشام الفلال كان بيدير مباراة المحلة وبيراميدز يوم واحد وعشرين خمسة في الاسبوع التسعة وعشرين وحسب فاول من خارج منطقة الجزاء معنا انك تحسب فاول من خارج منطقة الجزاء يعني الفره يدخل عشان حاجة واحدة بس يبقى فيها كارطة احمر ماينفعش الفر يدخل ويلغي الفاول لان ده فاول من خارج المنطقة لا رقلة جزاء ولا هدف ولا تسلل ولا هوية في مسألة الطرد المباشر احنا عارفين حالات البروتوكول المتعلقة بالفار واللي نص عليها الايفاب بينا حافظينها وعارفينها كويس جدا بس يبدو ان احنا حافظينها اكتر من الحكام نفسه الكابتن يشام الفلال راح رجع للفار فاحنا قلنا بس هو مداش انذاره على كارطة احمر فالفار بيستدعيه عشان يدي كارطة احمر لا الفار استدعاه كان ساعتقد على الفار الكابتن علاء صبري وبرضو الكابتن علاء صبري وعمره مصفر مطشط في الدوري ما برضو دي من الحاجات اللي انا بتكلم فيها بقى ليه اكتر من سنة ويبدو ان الناس في الاتحاد ما بتسمعش ومش واخده بلا من اللي احنا بنقوله ورجع الكابتن يشام لغى الفاول لغى الفاول يعني خالف بروتوكول الفار بروتوكول الفي ار تقنية الفيجو اللي نص عليها الايفاب الكابتن يشام الفلال خالفها يوم واحد وعشرين خمسة في الاسبوع التسعة وعشرين ببين المحلة وبيراميز انا قلت بقى هيتوقف هيستبعد على قال شهر لا بعدها باسبوع لقيته بيتم تكريمه وجوده حكم رابع في مباراة الاهل وسيراميكا اللي قدرها الكابتن محمد عادل ما هو لما يخطأ خطأ زي ده يريح شوية يستبعد شهر مطشين تلاتة لكن تحطه حكم رابع بعدها باسبوع في مطش الاهل وسيراميكا مليون علامة استفهام على تعينات الكابتن توفيه السيد للحكام هنا الامور مش امور فنية في حاجة غلط في حاجة اللي الاتحاد لازم يحقق فيها مع أصل علاقة اللي بتربط أعضاء اللجنة بالحكام كده أصبحت مش علاقة مبنية على الشغل والامور الفنية لما حكم يرتكب كارثة ويخالف بروتوكول الفار وبعدها باسبوع يكون حكم رابع في مباراة كبيرة للأهل ويكون حكم رابع مع الكابتن محمد عادل كده الأمور مش أمور فنية يعني أنا بطالب اتحاد الكرة يحقق مع أعضاء اللجنة ومع الكابتن توفيه ويفهم الأخطاء دي إزاي ما فيهاش عقوبات إزاي بيتم تكريم المخطئ إزاي ما فيش عدالة ما بين الحكام طيب ده الكابتن هشام يوم واحد وعشرين عمل الكارثة دي وأدار مباراة يوم سبعة وعشرين خمسة أدار مباراة يوم واحد وثلاثين خمسة الجيش وسموح الله لا ده فيه حاجة بقى يعني الراجل عمل كارثة الفاردي وواحد وعشرين خمسة بعدها بإزبوح حكم رابع في مطش الأهل وسراميكا بعدها بتلات أيام بيدير مباراة الجيش وسموح في الأسبوع التلاتين فطبيعي ألاقيه في مطش الأهل مبارح ما خلاص بقى الراجل بيتم تكريمه على الكارثة اللي عملها في مطش المحلة وبيراميدز ده لغى الفاول اللي اداه بناء على تقنية الفيديو اللي هي أصلا مش من حقها تراجع فاولات مش من حقها تراجع فاولات واحنا مش عارفين الكابتن علاء صبري أصلا استدعاها عشان كارثة أحمر ولا عشان يلغي الفاول مهلا وكمان استدعا عشان يلغي الفاول تبقى مصيبة أكبر ويبقى الراجل اللي بيحكم مش فاهم قانون واللي قعد على في غرفة الفار مش فاهم البروتوكول بيقول إيه طيب جي يحكم مطش الكاس لو معانا لقطة للكابتن يشام الفلال بصوا على كل مباراة دور الـ 32 كل الحكام لعبوا بدون السماعات كل الحكام لعبوا بدون السماعات لأن كان الاتحاد أو كانت اللجنة قالت هلعب الدور ده بدون تقنية الفيديو عشان أدي للحكام الصعادين والواعدين فرصة لإدارة المباراة طيب مطش مبارح لقيت الكابتن يشام